سنعرض عليكم اليوم بعض الخرافات القديمة التي صدقها الناس عبر العالم أولاً مسك الخشب لتحقيق الأماني تعود أصول هذه الخرافة للوثنيين حيث إنهم استحدثوا مسك الخشب لمنع الحسد أو لتحقيق أمانيهم في المستقبل ثانياً رؤية العريس لعروسه قبل الزفاف هناك اعتقاد عام عند الغربيين بأن العريس لو شهد العروس في فستانها قبل المراسم فستحصل له مصيبة أو لعائلته ويقال بأنها تعود للعصور القديمة عندما كان الأهل يمنعون الزوجة من رؤية الزوجة قبل العرس ثالثاً تشابك الأصابع هذه الإشارة يمكن اعتبارها عالمية ويختلف معناها من منطقة لأخرى فهناك من يعتقد بأنها لتمني حصول شيء والبعض يقوم بها لدرء النحس رابعاً فضلات الطيور تعني قدوم الرزق هناك بعض ثقافات تعتقد بأن براز الطير لو سقط على الشخص فهذا يعني بأن هناك رزق قادم إليه خامساً سكب الملح يساوي الحظ السيء هناك خرافة يصدقها بعض الغربيين بأن سكب الملح يعني جلب الشر لساكبه وتعود هذه الخرافة لعهود قديمة حيث كان الملح ثميناً في حينها سادساً تمني أمنيه عند سقوط الشهب سكان أوروبا القدامى كان عندهم اعتقاد بشأن الشهب التي تنزل من السماء على أنها تنزل عند نزول الإله ولذلك تكون الأمان محقق في حينها سابعاً كسر المرآت هذه الخرافة كان يعتقد بها الصينيون القدامى واليونانيون والرومان تقول الخرافة بأن كسر الزجاج أو المرآت تجلب النحس للشخص لمدة سبع سنوات ثامناً شرب اللبن أو أكل السكر قبل الخروج من المنزل يجلب الحظ تلك خرافة عند البعض بأن شرب اللبن أو أكل الطعام المحل بالسكر قبل الخروج جالب للحظ وهناك سبب علمي خلف هذه الخرافة وهي أن هذا الطعام يزيد من طقة الجسم تاسعاً حك راحة اليد عن قدوم الرزق هذه أيضاً إحدى الخرافات المعنية بالرزق حيث إن هناك اعتقاد بأن حكة راحة اليد ستجلب الرزق لصاحبها عاشراً البرسيم ذو الأربع ورقات هذه أحد أقدم الخرافات حيث هناك اعتقاد بأن البرسيم ذو الأربع ورقات جالب للحظ في حال إيجاده أحد عشر الدوس على المكانس شؤم هذه الخرافة تعود لثقافة الهندوسية حيث إن الخرافة تقول بأن الدوس على أطراف المكانس سيجلب الحظ السيء للشخص اثنى عشر رؤية طائر من طيور الميناس يعني الحزن أما رؤية اثنين فيعني الفرح هذه الخرافة يعود أصلها للهند حيث إنهم يعتقدون أن رؤية طائر واحد من طيور الميناس يجلب الحزن للشخص بينما لو شهد الشخص طائران دفعة واحدة فتعتبر هذه إشارة للفرح ترجمة نانسي قنقر